أهلا بكم مشاهدين أستاذ صباحكم ومحطتنا في موضوع مهم جدا وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين قرار مجلس الأمن الدولية 1-3-2-5 أقام تهيئة المؤمن المتحدة للمرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم المفتوح حول المرأة والأمن والسلام في فلسطين حنتحدث في هذه الفعلية وهذا اللقاء ألهام جدا مع السيدة مونة الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة أستاذ صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا يسعد صباحك أستاذ مونة وساعدين جدا بوجودك معنا وساعدين أيضا بترح هذا الموضوع الهام جدا وبمناسبة مرور 22 عام على صدور قرار الأمم المتحدة 1325 هذا القرار بتأكيد الهام انطلاق مجموعة من الجلسات الحوارية التي تستهدف تحديدا المرأة الفلسطينية بداية نتحدث عن أهمية هذا القرار وإنعكاسه على واقع المرأة الفلسطينية أول شيء صباح الخير هذا قرار 1325 هو صادر عن مجلس الأمن حول أجندة المرأة والأمن والسلام وبالتالي إحنا كمرأة فلسطينية منرزح تحت الاحتلال وضعنا رؤية لهذا القرار تستند بالدرجة الأولى على الحماية والمشاركة والوقاية والمسائلة مسائلة الاحتلال على جرامه هذا اليوم المبارح بالأمث تم البدء بأعمال اليوم المفتوح واللي هو عادة صلنا تقريبا خمس سنوات متتالية يتم بالتنصيق بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبشراكة مع اليون ومن وحكومة النروج وبمشاركة كافة المنظمات الدولية وبعض الدول أيضا بفلسطين للوقوف على حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وأيضا لوقوف كمان المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها من أجل تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية وإيصال صوتها ومسائلة دولة الاحتلال على جرائمه بالأمث تم ترح هذا اليوم منحاول قدر الإمكان نصلت الضوء على أهم القضايا سواء كانت جراء الاحتلال مبارح كان في جلسة بتناقش خصوصا عدم الإفلات من العقاب وكانت الجلسة بتشير لشهيد شيرين أبو عاقلي ومبارسات الاحتلال من حصار لمدينة نابلس للجنين للإعدامات الميدانية مدينة القدس وما تعاني كل هذه القضايا تم ترحى وكان هناك مؤسسات دولية تعنى بقضايا حقوق الإنسان حاضرة وكان في إلها رأي بهذا الاتجاه نعم أستاذ منا مهم من العديد من المحاور التي اتناقشتها كما ذكرت إنهاء الإفلات من العقاب والعديد من القرارات التي هي علاقة في مسائلة الاحتلال في جانب مهم جدا ومربوط وهو تطوير خطاب وتقديم رواية تزيد من التضامن والدعم الدولي وتطوير خطاب المرأة تحديدا في هذا الجانب واحد من القضايا أيضا اللي كانت اللي تلت هاي الجلسة هو التضامن الدولي واللي إحنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية والاقتلافات اللي برأسها الاتحاد سواء اقتلاف اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز أو قرار اقتلاف قرار 13-25 أو قانون الأحوال الشخصية كلها منحاول نذهب فيها للمؤسسات الدولية لتأكيد حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودات اللاجئين هذا التضامن اللي بنعكس على قضيتنا الفلسطينية بالمحافل الدولية وبالتالي هي بكون واحد يعني إحنا بنحاول نكون إنه جزء من المنظومة السياسية يلي بتحشد الدعم الدولي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وأيضاً الحصول على قرارات أخرى مساندة للشعب الفلسطيني هادون اليومين هن بأهم القضايا إنه إحنا بنحاول نسلط الدوق على عملنا وبنفس الوقت المؤسسات الدولية حاضرة بكل الجلسات إلها رأي ووجهة نظر نحاول أيضاً نعمل مقارنة بين المرأة الفلسطينية وحركات التحرر في العالم وكيف تم التعاطي معها أيضاً بهدون اليومين غير إنه الأساس هو تصليط الدوق على الاحتلال ولكن أيضاً في قضايا حقوقية للمرأة الفلسطينية نتطلع على المشاركة السياسية نتطلع على الحقوق المدنية سواء كانت صحية تعليمية إلى غير ذلك واليوم كمان في جلسة لأنه إحنا بنشطل كمان بشراكة مباشرة مع وزارة شؤون المرأة ومع الوزارات المعنية كوزارة الخارجية لأنه هذا كله بتم دمن سياسة تنصيقية بين كافة الأطراف لأنه من غير المعقول أنه إحنا ندخل يعني نشتغل بجانب على الصعيد الدولي والصعيد الرسمي بيشتغل بجانب ولكن التنصيق هو أساس والتكامل بين بعد لأنه إحنا في إلنا مساحة بين المنظمات الدولية نحاول نستغلها ونفعلها بهذا السياق فاليوم جلست كمان الحكومة حول كيفية استعمال الأدوات الدولية وخصوصاً الاتفاقيات اللي انضمت إلها دولة فلسطين من أجل كمان مساءلة المنظمات الدولية إحنا لما منحكي على المنظمات الدولية المشاركة منحكي عن الأيو منحكي عن اليوان ومن منحكي على كندا منحكي على النرويج منحكي على سويد منحكي على كثير من القضايا منحكي كمان أيضا على منظمات بتوعنا بالشباب أهم ما فيه باليومين أيضا هو مشاركة الشباب والشبات ومن خلال مؤسسات الشباب لأنه للشباب أيضا مشاركة في فضح سياسة الاحتلال واللي هن كمان مستهدفين بدرجة وأيضا هن كيف ممكن يكونوا بدائرة صناعة القرار الفلسطيني دورهم مهم بيطرحوا قضاياهم بيطرحوا خططهم بتفاعلوا مع الخطط اللي عم تنترح وإحنا هذا لا يعني أنه الشباب بيشتغلوا بمحله وإحنا بنشتغل معه ولكن كيف ممكن إدماج دور الشباب بكل البرامج اللي إحنا بنشتغل خاصة لهم يعني إحنا دائما بنعول على الشباب بأنهم بنات المستقبل دور المرأة الهام اللي ذكرتي طبعا واللي امتد في مراحل وعقود مختلفة في تاريخنا النضالي أستاذ مونة مهم أن نتحدث أيضا عن القرار وكيف تبدل الجهود سواء كان من الأمم المتحدة سواء من المؤسسات الشركة والمعنية بهذا الجانب لترجمة هذه القرارات إلى أفعال تنفذ على أرض الواقع تفنيد هذه البنود ضمن خطة شمولية أهمية هذا القرار أنه بيحكي عن أجندة المرأة والأمن والسلام وإحنا لما حطينا الرؤية الفلسطينية انطلاقا من الخصوصية الفلسطينية تحت الاحتلال ركزنا على القضايا اللي بتهم المرأة الفلسطينية اللي هي الحماية زي ما قلنا الوقاية المشاركة المسائلة بنفس الوقت القرار بالأصل هو إشراك النساء في عملية صنع السلام أي النساء مش فقط ضحايا ولكن كمان هني شركات بإيجاد الحلول من أجل الوصول للسلام من أجل إنهاء اللي ساعدت هنا أسادة وأنا بدي أكد على موضوع قبل شوية ذكرته اللي هو موضوع الخطاب وتطوير المرأة فيما يتعلق فيه خطاب السلام خطاب القرار وأيضا الحديث ليس فقط مع المجتمع الدولي وإنما مع مجتمعنا الحالي وكيفية ممكن لملمت هذه الأوراق للنهوض بالمرأة واقعها بالتأكيد لاتفضلت فيه موضوع كتير مهم مشان هيك جزء من برنامجنا كإتحاد وكات إلاف هو تعزيز الوعي بالقرار لأنه في جزء من القرار بيحكي على توثيق انتهاكات الاحتلال وبالتالي هذا بيستدعي أنه تنعقد العديد من الورش القاعدية اللي بين نسائنا خصوصا النساء اللي أكتر يعني عند الجدار الملامس للجدار بالأودس بكل المحافظات لكيفية ترصيد الانتهاك الإسرائيلي ضد النسائنا الفلسطينيات وأيضا بصير في تعزيزهم بحقوقهم ضمن هذا القرار ولكن إحنا نعي تماما أنه لا انتباق لهذا القرار دون يعني تنفيذ وتطبيق اتفاقية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات السلب القضية الفلسطينية ولكن رغم هذا يعني رغم مرأة صامدة ومشتمعنا عدم تطبيق القرارات ياللي الصادرة عن الأمم المتحدة وهي كثيرة ويمكن خير ما تحدث فيها بالجلسة الأخيرة للأمم المتحدة سيادة الرئيس الأخ أبو مازن أنه يعني بمعنى عدد كبير من القرارات ولا قرار واحد عم بتطبق لصالح الهدو وهذا بدل على ازدواجيك المعايير ولكن انتزاع القرارات بحذ ذاته وهذا جانب مهم جدا بالتأكيد نحن دائما لازم نسأل أن يكون في قرارات لصالح فلسطين طبعا من هذا العمل هو توثيق كافة هذه الانتهاكات نقل هذه التقارير أيضا إلى الأمم المتحدة لتسليط الأضواء دائما على انتهاكات وإرهاب الاحتلال سواء بحق المرأة الفلسطينية أو حتى الكل الفلسطيني نشكرك جزيل الشكر أستاذ يموني الخليل كل شكر لكم والتوفيق في يومكم الثاني أيضا وتحية لكل القائمين على هذا الحدث أستاذ صباحك يعطيكم ألف عشر شكرا لتلفزيون فلسطين كمان لتغطيت لكافة المشاطات هذا واجبنا دائما معكم